اكيد طالبنا قبل كده واتكلمنا كل الناس الكلمة والعقلاء اللي كانوا دايما نتكلموا على الهدوء ما بين القطبين الكبار النادي الاهلي ونادي الزمالك نبقى في تعداء بقش في مشاكل بقش في خروج على النص في بعض الأوقات الزيارة الترخية الكبيرة عندما وجه مجلس إدارة نادي الزمالك الزيارة لمجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب شفنا بسم الله وإن شاء الله حاجة يعني ولا أروع احتفال كبير جدا 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 وحافاوة بالغة بمجلس إدارة النادي الاهلي بالكابتن محمود الخطيب والحاضرين حتى كان فيه لقطة من لقطات الجميلة هو أن كرسي الوزير الراحل العامري فاروق ظل فارغا ومكانه بوكي ورد تكريما لذكرى الراحل العامري فاروق هو ده اللي كلنا كنا نطلب به على فكرة استقرار الأهل والزمالك هو استقرار الكورو مصرية تفوق الأهل والزمالك هو تفوق الكورو المصرية بنسبة 80% شاء من شاءه أبا من أبا عشان بس نتكلم كده بكل أريحية ونكون كلامنا مقنع الأهل والزمالك قد من كبار قد من كبار مؤسرين مؤسرين عندهم أهم قاعدة جمهورية في الوطن العربي وأفريقي فرق كبير أو لا اسم كبير أكيد بالتالي دي كانت حاجة من الحاجات مجلس النادي الأهلي إن شاء الله بعد نهاية كأس مصر إن شاء الله اللي هيبقى في الملاكة العربية السعودية ده هيبقى فيه توجيه دعوة في حفل تأبين الراحل العملي فاروق إن شاء الله لسه يعني لم تحدد يحدد مع وقتها بعض بالتالي أنا شايفي ده بداية للطريق الصحيح بداية لحاجة مميزة جدا كلنا نادينا بها أو أنا دايما على المصور الشخصي بحب الحاجات دي بحب الالتزام بحب إن إحنا تبقى يعني ترابط قوى احترام تقدير للآخر حاجة من الحاجات اللي بتخلينا دايما بروازنا وحطونا في برواز محترم النهاردة يعني أنا مش بتاع كورة بس يعني أنا بحب دايما أتابع السياسة وبحب أتابع الأخبار العالمية بحب أتابع التكريمات المواقف حاجات كتيرة جدا أكيد الواحد لازم مش غير نفسه بكل ما يدور في فلك العالم كله حواليك لانت لما بتنفصلش عن العالم مبادرة قادرون باختلاف يعني اللي اختار الاسم ده له كل التحية والتقدير والاحترام طبعا السيد الرئيس ورمز الدولة السيد الرئيس عبدالفتح السيسي حريص كل الحرص أنه يبقى متواجد مع المبدعين اللي احنا دايما يعني كنا نسيهم فترة قادرون باختلاف النهاردة قدمونا نموذج محترم جدا في كل المجالات منهم طبعا اللي غنى منهم بنوتة صغيرة يعني سادة الرئيس خلى الشعر اللي قالته الشعر أنها تعيده تاني طلب منها طلب تاني أنها تعيده كانت حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة مميزة واللي طلب بقى من سادة الرئيس أنه يبقى متواجد السنة اللي جاية واللي طلب مثلا على سبيل المثال ولد زريفه جميل زملكاوي جميل طلب من سادة الرئيس قال له يا سادة الرئيس أنا عايز عضوية نادي الزمالك أنا بقول دي ليه بقول لي أن الكورة ورياضة هي القوى النعمة اللي بتأثر في وجدان المجتمعات زي الفن والكتابة والمسرح والحاجات اللي كان دايما والشعراء والعلماء هم دول اللي بيشكلوا وجدان المجتمعات قال له أنا عايز عضوية نادي الزمالك كان موجود طبعا الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قال طبعا يجي لبكرة عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن مصطفى بكرة إن شاء الله بطل من قادرون باختلاف بيستقبلوا نادي الزمالك إن شاء الله السلسة عصرا إن شاء الله كاميرا الرومونتادة هتبقى موجودة طبعا يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية في السلسة عصر غدا الخميس البطل عبد الرحمن مصطفى كامل أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لقادرون باختلاف والتي أقيمت اليوم بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي وبشاركة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القالة على بيضاء وأيضا العديد والعديد من الشخصيات الكبيرة في الدولة المصرية خلال الاحتفالية عبر عبد الرحمن مصطفى كامل عن أمرياته وطلبوا بالحصول على عضوية نادي الزمالك ووجه السيد الرئيس سريعا طبعا من سيد حسين لبيب ووسط استجابة سريعة إن شاء الله عبد الرحمن بكرة إن شاء الله وتشوفوه بقى التقرير ده إن شاء الله مع بركات سواء خميس أو جمعة يبقى مع عضوية نادي الزمالك اتعاملت قبل كده وطلب السنة اللي فاتت برضو طلب أحد المشاركين طبعا في قادرون باختلاف من سيد الرئيس إنه هو يشارك أو في لعبة لعبة من الألعاب بين نادي الأهلي والكابن الخطيب طبعا وجهه لسيد الرئيس رسالة مباشرة طبعا ما بتأخروش هو ده دور الدولة المصرية بمؤسستها دور الأندية المصرية دور على فكرة دور الأندية مش إنك انت تروح تشترك وتدفع فلوس وتلعب أو زي الأكاديميات اللي بتاع لا أنت عندك عمق استراتيجي وأمني كبير جدا جدا للأندية لأنك انت بتشكل وجدان شباب في فترة صغيرة من الفترات بتخليهم يبعد عن أي مشكلة يبعد عن أي حاجة من الحاجات السيئة للولاد في سن أو في عمر عمر المعينة يروح لها هو ده ده دور ده دور الأندية وده دور المؤسسات وعلى فكرة وعلى فكرة يعني مثلا أنا أعمل ربط يعني ممكن يقولك أنت بتاع رياضة أنت بتخرج ليه يمين أو شي ما لا إحنا ما نفصلشلش عن المجتمع بدليل بدليل كل برامج التكشوز المكانت موجودة في الفترة الأخيرة أثناء الأمم الأفريقية كلها كانت مهتمة بالمنتخب الوطني المصري وبقرط القادم كل كلها حتى في المحور مثلا برضو على سبيل المزال في كل القنوات الموجودة طبعا شرقائنا في الإعلام المصري كلهم كانوا بيتكلموا عن الكرة وعن المنتخب مصري النهاردة برضو من دين الحاجات الجميلة الطفل الغزاوي الفلسطيني اللي وجه رسالة سيد الرئيس أنه يتعالج سيد الرئيس أمر أنه ييجي وقبله ودخل المستشفى دي حاجة يا جماعة من الحاجات اللي فعلا هي دي مصر مصر الكبيرة بشعبها مصر الكبيرة بتاريخها مصر الكبيرة برئيسها اللي دايما مقصد كبير أو مقصد كبير جدا لكل الناس اللي في التعليم اللي في الصحة اللي في السياحة اللي في كل حاجة دايما مصر فتحة بابها مصر كبيرة ومصر عظيمة دايما بشعبها ودايما مصر يعني متواجدة مع كل الأشقاء في كل مكان